كمان صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكمان الإدلاء بقصاصي الأثر لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من يوم الاثنين لا مش من النهاردة من الاثنين اللي هيكون موافق 27-1-2020 وده كان خلال مؤتمر الصحفي اللي عقد اللي هو سمير خليدي عبدالله مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيها للشروط والفئات المطلوبة للتطوع والشروط زي ما تم الإعلان منها لازم تكون الفئات المطلوبة حصلين على الإعدادية وما يعادلها الأزهرية المهنية أو الرياضية بمجموعة 60% كحدة أدنى وبالنسبة للفئات المطلوبة كقصاصي الأثر لصالح قوات حرس الحدود فهيقبل الحصلين على الإعدادية العامة وما يعادلها من راسبية الإعدادية أو الحصلين على الشهادة الإبتدائية أو الملمين بالقراءة والكتابة على أن يكونوا من سكان أو من قاطني محافظات أسوان وإنة والمناطق الصحراوية المحيطة بها ويشترط أن يكون المتقدم طبعا مصري الجنسية من أب وأم مصريين وليس عن طريق التجنس وأنه يكون حسن السير والسلقوك وأنه يكون متزوج أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح كمان من الشروط أنه ما يقلش سن المتطوع عن 15 سنة وما يزدش عن 25 سنة بالنسبة لقصاصي الأثر ولا يقل سن المتطوع فيهم عن 17 وما يزدش عن 25 سنة عند الالتحاق في 228-2020 ويشترط أيضا موافقة ولي الأمر لمن هو أقل من 18 سنة وأنه يكون لائق طبيا ويكتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول وما يقلش طوله عن 165 سنتيمتر وما يقلش الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالي الدرجات ولا يسمح بقبول متطوعين سبق أنه تم رفضهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأي سبب من الأسباب